السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا تكلمنا في دروس سابقة عن الأفرع الإبطية في الطماطم قلنا أن الأفرع الإبطية يجب أن تزال والأفرع الإبطية ستؤثر على جودة المحصول وعلى جودة نمو النبات في الطماطم الأفرع الإبطية زي ما أنتم شايفين هي هذا الساق الرئيسي وهذا الساق الورقي أو الفرع الورقي تظهر في النصفين رح وريكم الآن فرع إبطي آخر أيضا شوفوا زي الفرع هذا هذا فرع إبطي يفترض أن يزال تمام ما تسمح له أنه يخرج وبالذات إذا كان عندك إزهار أو إثمار لأنه راح يؤثر على جودة الشتلة وعلى جودة الإزهار وعلى جودة الإثمار أيضا ذكرنا أن الأفرع الإبطية هذه بعد ما تزال يعني ممكن الشخص يترك الفرع الإبطي ينمو تقريبا إلى مسافة بهذا الشكل تقريبا 10 سنتي أو أكثر ثم يستفيد من هذا الفرع الإبطي ربما أضع لكم في اليوتيوب الناس اللي تابعون في اليوتيوب رابط الدرس السابق اللي كنا نتكلم فيه عن الاستفادة من الأفرع الإبطية إحنا استفدنا من الأفرع الإبطية بعدة طرق طريقة الأولى أنه إحنا طعمنا فيها هذا فرع إبطي طعمنا فيه على البطاطس وضعه ممتاز جدا الآن عنده إزهار جيد وبإذن الله أنه راح تعقد الثمار وهذا جيد أيضا وضعنا الأفرع الإبطية في أحواظ صغيرة من أجل أن نكاثر شتلات الطماطم اللي موجودة لدينا طبعا البعض من الأخوة الكرام يعتقد أنه الفرع الإبطي هذا غير نافع وأنه لن ينجح وأن العمل معه مجرد عبث وحقيقة هو ليس كذلك بل هذا الفرع هو ناجح وهو فرع مثمر وهو نسخة طبق الأصل من الأم طيب إحنا راح نشوف شطرع معنا في الأفرع الإبطية بعد ما وضعناها هنا هذه مجموعة أفرع إبطية تلاحظون هذه المجموعة الثانية إن شاء الله نشوف المفاجعة السارة الآن هذه الثالثة وهذه الرابعة شوفوا يا أخوان كان فيها أزهار وعقدة ثمار تلاحظون هذا وهو فرع إبطي جذر بشكل جيد وعقد ثمار ما شاء الله عندنا كم ثلاث حبات طبعا تعتبر الشتبت له نوعا ما ضعيفة أيضا الري أنا حقيقة أنه ما أعطيتها الاهتمام المطلوب ولذلك تلاحظون أن بعضها يعني نموها ربما غير جيد زي هذه تلفت رح نسحبها وهذه أيضا تلفت لكن البقية نجحوا أيضا رح نشوف المجموعة اللي هنا طبعا هذه الشيري وهذه أيضا وهذه وعندنا هذه شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن عقدة ثمار أيضا عندي مجموعة أخرى في الجهة الأخرى هناك الفكرة أنه يعني بدل ما أنت تزرع باستمرار كاثر بالأفرع الإبطية وهذا إحنا أثبتنا فضل الله سبحانه وتعالى بعدة تجارب يعني التجربة غير الكلام النظري هذه تجربة على عدة أفرع إبطية عندنا تقريبا كذا فرع هذا الفرع الإبطي أخرج أزهار وبعدها عقد ثمار هذه موجودة والآن بدأ يزهر من جديد لاحظون بدأ يخرج أزهار من جديد أيضا طعمنا على البطاطس ونجح يعني حاول أن تستفيد من هذا الأمر لا تقبل بالكلام العام يعني هذا يمشي هذا ما يمشي يجب أن تجرب الخبرة أيضا لها دور أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم ونشوف إبداعاتكم مستقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر